إذا كان شيعة العراق هذا حالهم زمن صادق صلوات الله عليه الإمام يقول له أما إنك سترى من مرجئة الشيعة كثيرة من هنا قلت لكم من أن شيعة العراق مرجئة مرجئة وسيزداد الفكر الإرجائي في العراق لذا سيحارب شيعة العراق الإمام الحجة لأنه مرجئة ما هم بشيعة هم شيعة المراجع شيعة العراق الآن مرجئة الآن الآن مرجئة وهذا الإرجاء سيزداد إلا أن نقوم بإصلاح الواقع الشيعي وإصلاح الواقع الشيعي هذه مسؤولية أمة ما هي مسؤولية شخص وصدقوني الأمر ما هو معقدون لو أن الفضائيات الشيعية لستة أشهر بل لثلاثة أشهر تبث برامجي تبث هذه البرامج ولو أن خطباء المنبر لمواسم سنة واحدة لا يأخذون من الوائل وإنما يأخذون مادتهم من برامج قناة القمر بشكل صريح وواضح أنا أعرف أن بعض الخطباء يأخذون شيئا من حديث لكنهم يفسدونه لماذا يخافون من محمد رضا السستاني أن يسمع بهم أنهم يتحدثون بحديث من برامج قناة القمر فيأخذون شيئا من الكلام وبعد ذلك يفسدونه يغيرون فيه بعنوان التقية من مرجعية السستاني ومن سائر المراجع الآخرين فمرجعية السستاني تحارب المنهج الذي يطرح عبر قناة القمر لأنه منهج قائم آل محمد وهؤلاء مرجعة لا يريدون منهج قائم آل محمد هؤلاء مرجعة قناة كربلاء قناة السستاني الرسمية قناة مرجئية من أول حرف فيها إلى آخر حرف فيها باستثناء البث المباشر الذي ينقل فيه ما ينقل من زيارة الزائرين لسيد الشهداء باستثناء النقل المباشر من الحرم الحسيني للحرم الحسيني وإلا فإن الخطباء مرجئيون أيضا الذين يعتلون منبر الحرم الحسيني هؤلاء مرجئيون هذا هو الواقع الشيعي هل هناك من غيور هل هناك من شريف ولكن أين نجد هؤلاء سيبقى واقع الشيعة عموما وواقع الشيعة العراق خصوصا بحدود العقيدة المرجئية والمرجئة هم الذين سيحاربون إمام زماننا شكرا